السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم عاملين يا رب تكونوا بخير حبيبي اخواتي اغلى حاجة في حياتي اهلا بيكون في قناتي يومياتنا النابنت الصعيد يلا بينا النهاردة هنشوف الفراخ البيضة بتاعتنا وهنشوف الفراخ باضة ولا لا وهنشوف طبعا ايه اللي بيخلي الفراخ ما شاء الله تبيد معايا كل يوم وهنشوف النهاردة هنعمل ليهم ايه في المياه ويه هنعمل ليهم ايه في الاكل بصراحة انا بحط ليهم مشبتين مشبعين في اليوم ويبحطي ليهم اه سجاية كده او علبة من المياه يعني طبعا انا عندي العدد جليل تمام لايك وشير بقية كتير للفيديو واللي اول مرة يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة يفعل زر الجرس على كلمتك كل عشان كل ما نزل الفيديو وتتفرجوا عليه هنشوف طبعا الفراخ بتاعتنا باضة اصلا ولا لسه النهاردة المفروض يعني انا دلوقت الساعة 9 الصبح انا الصراحة كل يوم باجي على الدهر كده او بعض الدهر بلجاهم كل يوم جايبين لي بيتين والكلام داتي بجاله اكتر من ثلاث ايام تمام وما شاء الله يعني كسرت بيضة لجيت طبعا البيضة اللي انا كنت شك فيها كنت فاكرها يعني بسفرين لجيتها بسفار واحد معنى ذلك طبعا ان كده ما شاء الله عندي ثلاث فرخات ببيضوا من الاربعة يعني باجي فرخة واحدة بس تبشر معي ان شاء الله بإذن الله هعمل ايه باجي علشان الفرخة دي دي بشر معي تابع معي الفيديو لحد الاخر ويلا بينا نقول باسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله صلوا عن نبي باجي في الكومنتات ثواني بس انا شيل الببدأ علشان نبدأ ندخل كده عايزة بس اقول لكم على حاجة مهمة جدا 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 انا الصراحة لازم اعملها كل يوم عند الكتاكيت والفراخ البيض بتعمل ايه حنان اني انا بصراحة لازم كل يوم اغير ليهم المية تمام لازم بصراحة كل يوم اغير ليهم مية حتى لو كانت فيه حنان مية كده اه حتى لو كانت فيه مية كده تحت الطيور بتاعتي باخد السجاية او العلبة اللي انا بعمل فيها المية وباخسلها بصراحة كويس ويبقى اغير ليهم المية على طول تمام وده افضل يعني ما شاء الله هتلاقي الفراخ بتاعته دايما بصحة جيدة ما تسيبيش المية او الاكل مركونين تحتيهم اكتر من يوم والعلف طبعا بصو الفرخة دي على فكرة عليها بيضة بصو شايفين تعالوا بس تنتأكد ان هي ما بضتش اصلا تعالوا ايه بصو ما بضتش لسنا عليها بيضة هان بتفضل يعني كده زي كأن علي هحط ليهم باجة المية وهنكفل مع بعضينا كده الفيديو بصو ده علف طبعا تركيز تسعة تشر في المية يا اما بجيب ليهم العلف اللي بيتبقى اصلا من الكتاكيت تعالوا هقول لكم باجة انا هعمل ايه لهم في المية النهاردة دعوة حلوة باجة في الكومنتات بصلاح الحل وراح في البال وشوفوا معي باجة النهاردة هحط ليه ليهم ايه في المية بتاعت الفراخ البيضة والفراخ تساسو تمام ان شاء الله بازن الله يعني لو اتوفرت معي بازن الله فلوس النهاردة ماش هبيع الفراخ استاسو هخليها ان شاء الله بازن الله بازن الله للبيض علشان ان شاء الله بازن الله نشوف مع بعضينا الفراخ الاستاسو بتبيد على كم شهر هم من دلوقتي المفروض يعني اني هم MAN داخلينا على شهر ونص تمام دخلين على شهر ونص يعني طبعا دون كانوا من الدورة اللي فاتت اول حاجة بقى هحط من الامين without didde زي ما انتو شايفين كده سنتي على لتر المية. ده للفراخ البيضة والفراخ الساس. طب الامين وبفت يحنان ده بيعمل ايه? ده ما شاء الله يعني آآ بيستخدم في حالة نقص الفيتاميات والاحماد الامينية. وكمان بيستخدم في علاج الامراض المعدية. طفيلية يعني لو في اي دينان او اي آآ طفيليات في معدة الطيور هيخلصنا ان شاء الله بازن الله منها. وبرضو آآ بيستخدم عن تغيير درجة الحرارة. سواء كانت الحرارة منخفضة او درجة الحرارة عالية. بيزبط طبعا درجة الحرارة عند الطيور. وبيساعد برضو في انتاج البيض واللحم وادرار اللبن. ويستخدم عند تغيير العلف. تمام? انا على فكرة هستخدمه لاني اصلا انا يعني يوم بحطي ليهم علف اللي هو ده تركيز ساعتاشر في المية. اللي هو العلف الناهي. ويوم ممكن بصراحة احطي ليهم العلف اللي هو ده. اللي هو طبعا تركيز واحد وعشرين في المية. اللي بيكون يعني بواجي الكاتاكيت الصغير. تمام? اه في ايه طيب يا حنان غني بايه? او تركيبة الامينوفيتي ده ايه? طبعا فيتامين الف فيتامين دال تلاتة وفيتامين هي. فيتامين جيم. ومجموعة فيتامينات صراحة حلوة جدا 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 جدا. في الاحماض الامينية ومجموعة الفيتامينات دي. هحط صمتي على لتر المية. تقريبا كده العلبة دي فيها كده لترين من المية. فحاخد عليها اثنين صمتي. انا مش بعاية زي ما انتم عارفين طبعا انا هفتحت كده اللتر ده من فوق كده بالمجس ومش بعاية بالصراحة. يعني هي يدي فيتامينات حتى لو زادت ما فيهاش اي مشكلة. تمام? حلوة جدا صراحة تستخدميها لطيورك سواء كانت مثلا بط او كان افراغ او حمام او اي حاجة تقدري طبعا تستخدميها لطيورك لان هي فعلا ما شاء الله بتزيد من الانتاج جدا جدا سواء كان انتاج لحم او انتاج بيض. تمام? تعالوا بقى للحاجة العسل اللي انا جايبها دي مع دورة الفراخ الجديدة اللي هي دورة الفراخ البلدي او الكتاكيت البلدي. التومس ده رافع مناعة حلو جدا جدا اه غني بزيت التوم. وكمان ما شاء الله برضو اه انا كنت جري لكم قبل كده دوعي الاستخدام بتاعتو حجرها لكم تاني. يعتبر التوم دات حيوي كامل وشامل ومقوي للمناعة. يعني ما شاء الله بيقوي المناعة جدا جدا ورافع للمناعة حلو. ما شاء الله يعني. ومحفز غزائي وفتح قوي لي الشهية. ويحفز نمو الطار. يعني بيسرع من نمو الطيور ولو طيور مش بتاكل او بتسحب اكل كتير. هيفتح ما شاء الله شهيتهم وحيخليهم زي الفل. كان عندي سؤال طبعا بتقول لي اعمل ايه? علشان الطيور تسحب معي اكل ويفتح يعني شهيتهم. هتي لهم التومس ده بخمسة وتلاتين جنيه حلو جدا. من اي صيدلية بطريقة. تمام? وكمان يحسن من اداء الجهاز الهضمي ولا يؤثر على اي اضافات اخرى. يعني ما شاء الله بيحسن من اداء الجهاز الهضمي يعني بيخلي الهضم عند الطيور بصورة جيدة. وكمان لو اضفتي عليه اي حاجة سواء كانت فيتامينات او او اي حاجة يعني في الاكل او في المياه معاه مش هيأثر طبعا على المفعول بتاعه. ويزيد طبعا من مقاومة الامراض الفيروسية والبكتيرية. ما شاء الله ما شاء الله يعني لو انت عندك كوكسيديا او طفيليات او فيروسات او بكتيريا او كوكسيريديا ده طبعا ما شاء الله بيقاوم الامراض دي كلها. وكمان اه بيزيد من معدل اه يعني بصوا بي ما شاء الله بيخلي انتاج البيت كويس جدا جدا. وكمان الاخصاب بيبقى عند الديوك كويس جدا جدا. ولو انت عندك فراخ او او بط راجد هيخلي ما شاء الله نسبة الفكس عندك عالية. وبرضو ما شاء الله ما شاء جدا جدا. اه اني هو بيتخذ من عمر اليوم لحد عمر الخمسة واربعين يوم. تمام? ويه برضو لو انت محصنة ينفع تخديه مع التحصين او جاب للتحصين والتمام? هحط طبعا اه صنطي برضو على لتر الماء. بصوا باجده لونه كده. لونه اخضر زي ما انتم شايفين. انا باخد بس بالغطة. اه زي ما قلت لكم ان انا هحط صمتي على لتر الماء. على فكرة ده ما شاء الله هيخلي الفراخة اللي لسه يعني ما بشرتش معي بيض تبشر معي بيض بسرعة جدا. تمام? وكمان اه ما شاء الله اللهم بارك يعني. هيخلي انتاج البيض عند الفراخ اصلا اللي بتبيض برضو كويس وينتجوا معي ان شاء الله بازن الله بيضة كل يوم. تمام? وتكون طبعا البيضة اصلا اه بجودة كويسة. او بافضل جودة. يلا بينا بجاة هنجيب الفراخ بتاعتي البيضة والفراخ الساسو. علشان طبعا هنشوف همن هيشربوا من المية دي ولا هيستغربوها ولا هنعمل ايه. بس لهم حاجة طبعا تكوني معطشة ومجوعة الفراخ بتاعتك عشان تضمن ان همن ما شاء الله اي حاجة تجدميها ليهم سواء كانت ادوية او مثلا اعشاب او مثلا بصر وتوم اصلا افرش. تجدمي الحاجات دي اصلا ليهم تضمن يعني ان همن يسحبوا يأكلوا من الخلطة اللي انت عملها لهم دي او السجوة اللي انت عملها لهم. شايفين بجا ما شاء الله بصوا. بدأت طبعا الفراخ بتاعتي تشرب من المية بصوا شايفين. وده بصراحة اللي انا عايزة. الفرخة اللي هناك دي الفرخة الحمرة دي عايزة اطبيط بصوا انا رحت جبتها من الفرن البلدي كانت دخلة يعني في الحماية بتاعت الفرن البلدي فعايزة اطبيط تمام? فهي ضبعا زي ما انتم شايفين كده جاعدة في الجيركن علشان هي فعلا عايزة اطبيط. عايزة اقول لكم بجاة ان هي اول ما هتشرب من المية دي ان شاء الله باذن الله هتبيطة على طول. يعني فعلا المية دي حلوة جدا وغنية طبعا بمجموعة الفيتمينات والاحمد الامينية وكمان فيها رفع المناعة وان شاء الله باذن الله يعني تخلي الفراخ بتاعتي كلها تبيط. المفروض ان انتي تعملي السجوة دي تلت يام على الاقل في الاسبوع. تمام? يعني تلت يام في الاسبوع. عايزة تعمليها كل يوم من مدة تلت يام تمام. عايزة تعمليها تلت يام في الاسبوع. يوم بعد يوم برحتك انت حرة. بس المهم ان انت تعمليها تلات يام في الاسبوع. صنتي على لتر المية من رفع المناعة اللي هو توماس او اي رفع مناعة انت تجيبيه من الصيدلية البطارية بس اهم حاجة يكون طبعا نوع مستورد وحيل. تمام? وكمان آآ مجموعة الفتمينات والاحمد الامينية دي برضو صنتي على لتر المية. تمام? وبرضو مش لازم امينوفيت ممكن تجيبي طبعا اي مجموعة فتمينات واحمد امينية. بس برضو لازم يكون نوع حلو وكويس ويكون مستورد. تمام? الحد هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان انا يكون فتكم بالفيديو باي معلومة. واتمنى برضو اللي ليه اي سؤال يكتبوا لي في كومنتات برد على كل اسئلتكم. وان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدي وايديكم. وان شاء الله باذن الله على باقي الاسبوع اكيد طبعا الفراخ بتاعتي كلها حد بشر. آآ هنعرف ازاي بقى ان الفراخ بتاعتنا كلها بشرت. لما اجي في يوم الاقي طبعا اربع بيضات في الجردل ده او في الارض. المهم ان الاقي يعني اربع بيضات عند الفراخ بتاعتي كده هعرف طبعا وتأكد ان الفراخ ما شاء الله بتاعتي كلها بشرت. كنت معكم حنان سيد من يومياتنا انا بنت الصعيد. مع السلامة يا اخواتي. باي باي ما تنسوش طبعا لايك وشاركتي للفيديو. اللي اول مرة يشوف القناة. ينزل تحت الفيديو وعمل اشترك لك انا وفعل زر الجرس على كلماتك كل. شكوا لما نزل فيديو وتتفرجوا عليك.